أهلاً أحباءً مشاهدين مرة تانية بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح وصلاتي نعمة وسلامة محبة تكون مع جميعكم هذه الحلقة حلقة في غاية الأهمية عن موضوع القداسة وهي دعوة للقداسة ويصرني أن أستضيف إلى هذا الستوديو هو شخص مش ضيف باعتبره هو واحد من الأسرة الأخ إليا كرولوس رجل الله بزور معنا وأهلاً وسهلاً أخ إليا أهلاً بك أخ نزار فرحان أكون معكم مرة تانية بعد غياب وقت طويل أربع سنين تقريباً بالضبط كده فرحان أشوفكم وشوف كل الجروب طيب نشكر رب من أجلك ونشكر رب من أجل خدمتك أخ إليا اليوم رح نتكلم عن موضوع القداسة وطبعاً إحنا عارفين أن هذا موضوع كبير وشاسع جداً سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد ولكن اليوم عاوزين نتكلم عن القداسة بما يختص يعني بعلاقتنا مع الله فخليني يعني بالأول أسأل السؤال يعني عادة لما شخص بيسمع كلمة القداسة بيخطر في ذهنه كل أنواع المسميات وكل أنواع الأفكار فإذن ما هي القداسة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس وما هي أهميتها بالنسبة لأله القداسة ببساطة شديدة هي طبيعة الله الله نور ليس فيه ظلمة ألبت تساكن في نور ليودنا منه وحابب الله بطبيعته الإلهية النقية حابب كمان أن حبيبه يشاركوه في نفس الطبيعة والكتاب يعلمنا كده لكي تصيروا بهم الشركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفسادة الذي في العالم بالشهوة لو أعايز ألخص أهمية القداسة والنقاوة بالنسبة لله الآيات اللي ظهرت منذ قليل على الشاشة قدام أحبائي لما الرب بيقول كونوا قدسين لأني أنا قدوس هذه الأهمية بالنسبة لله وحضرتك عارف أسيس نزار أنه من أول الأعلانات اللي الله أعلانها عن نفسه للبشر في الكتاب المؤدس ليس إنه الله القدير ولا الجبار لكن هو الله القدوس على سبيل المثال مثلا لما الرب ظهر في العليقة لموسى أول كلمة قاله قاله اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة إذا كان الأرض مقدسة لأنها فيها الحضور الإلهي فكان بالأولى هو الله ولما الرب طلع موسى بالشعب غنى هذه الأغنية قال له من مثلك إلها معتز في القداسة مخوفا بالتسبيح ولما الرب إدى سفر اللويين سفر العبادة للشعب هذا السفر مأسوم جزئين جزء الأولان من واحد لعشرة العبادة لكن من حداشر لسبعة وعشرين يتكلم عن القداسة بس أقول باختصار أن القداسة مهمة جدا بالنسبة لله واكتفي بالآية اللي قالها الرب كونوا قدسين لأني أنا قدس والشيء المذهل في العهد القديم كما تعلم أخي إلي أنه حتى في العبادة الله بطالب في القداسة في كل شيء سواء في المبنى سواء في المسكن سواء في الأدوات الهيئة الزبيحة وأنه الإنسان اللي بيتقدم حتى كان ابتدى في هارون وأولاده لازم يتقدسه حتى يكنه والذبيحة لازم تتقدس والمكان لازم يتقدس والأدوات لازم تتقدس فإذن الموضوع كبير ومهم جدا بالنسبة لله لأنه يختص بطبيعة الله القدوس اللي قال عنه عيناه أطهراء من أن تنظر الشر ولا يستطيع أن يبصر إلى الجور موسيقى 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 موسيقى